السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء رقم 9 من الفصل الرابع سنتناول بالدراسة والتحليل Testing and evaluation of powder الآن وقد حصلنا على المادة على شكل مسحوق فما هي السؤال هو ما هي الاختبارات التي يمكن أن تجرى على هذا المسحوق حتى نتأكد أنه موائم لمثل هذه العملية الاختبارات هي نمرة واحد Flourate measuring the ease with which powder can be feed and distributed into a dye الاختبار الأول وهو معدل السرايان Flourate وهو يقيس مدى سهولة تدفق أو تغذية هذه البودرة أو المسحوق داخل القالب لأننا في منطقة البساطة تكلمنا في السابق عن أن عملية تكنولوجيا المسحيق هي عبارة عن المادة تكون على شكل مسحوق ثم توضع داخل القالب وتشكل فلابد أن نتأكد من أن هذه المادة لديها القدرة على الانتشار أو تتحرك بسهولة داخل القالب وتتوزع داخل القالب حتى أنها يمكن أن تعطينا منتج زو تفاصيل عالية أو أشكال معقدة الاختبار الثاني الكسافة الظاهرة لا بد أن نقيس الكسافة الظاهرة وهي عبارة عن إيه؟ هي تقيس مدى إمكانية أن المادة التي هي على شكل مسحوق يمكن أن تملأ الفراه داخل القالب بذاتها دون أن تحتاج إلى ضغط خارجي لماذا؟ لأنه لو كان هناك مادة نضعها في القالب وتحتاج إلى ضغط خارجي ثم ضغط مرة ثانية أثناء عملية التشكيل فإنها تزيد من عملية التكلفة كما أنها يمكن أن تؤثر على الخواص الميكانيكية الخاصة بالمادة لذا لا بد من قياس الكسافة الظاهرة اللي هي حتى يتسنى لنا معرفة متى إمكانية هذه المادة لكي تملأ الفراغ داخل القالب دون أن تحتاج إلى ضغط خارجي الاختبار الآخر في الحقيقة هذا الاختبار يقيس مدى تأثر المادة اللي هي عبارة عن بودر بالضغط الواقع عليه يعني ستتأثر بالضغط أم ستقاوم الضغط لأنها لو تأثرت بالضغط فمعنى ذلك أنها ستعطينا دينيس باتيريال أو دينيس بارت يعني مادة مكبوسة أو تأثرت بالضغط تأثر كبير فهذا يعطينا قواص ميكانيكية عالية أما إذا كانت تقاوم الضغط فإن هذا يعطي أو يعطينا مسامية عالية مما يؤثر على الخواص الميكانيكي الاختبار الأخير وهو الجريني سترانس الجريني سترانس يستخدم لتسكريب السترانس من بودر بعد التمكتنج في الحقيقة وإحنا نتحدث عن المخطط العام لعملية البودر الميتاليرجي قلنا أنه عندي المادة تكون على شكل مسحوق ثم يخلص ثم يشكل إما على البارد أو على الساخن ففي حالة تشكيل المادة على البارد لابد أن أقيس لها اختبار اسمه الجريني سترانس الجريني سترانس المقصود بيهيه هو المتانة الخاصة بهذه البودر بعد عملية الكابس أو عملية التشكيل مباشرة وقبل عملية إجراء المعالجة الحرارية أو عملية السيندري ليه؟ لأن هذه العملية تتم فيه خطوط إنتاج كبيرة في المصامع فلابد أن تكون المادة بعد عملية التشكيل لديها القدرة والتماسك على أن تتحمل النقل إلى المرحلة الأخرى وهي عملية التكفيف داخل الأفران وهي المسمى بالجريني سترانس اشتركوا في القناة